السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أئلة وصحبه وسلم ان شاء الله في الفيرد اولا هنتعرف على أنواع الورنيش ايه هي أنواع الورنيش طبعا اللي هيجي في دماغ الناس ان الورنيش هو طبق شفاف ايه هي أنواعه وإيه اللي نستفاده يعني اصلا من أنواع الورنيش احنا عندنا الورنيشات في حاجة اسمها MS حاجات صلابتها عالية وحاجات صلابتها متوسطة فالموضوع بردك يعني مهم نكون عندنا دراية بيه لأنه متعلق بالحتة الفنية شوية من الناحية الاجتهادية ازاي احنا عارفين الورنيش بيترش على العربيات اللي هي بتترش دهان مط يعني ايه يعني العربيات في المصنع بتترش حاجة اسمها solid color بويا سادة اسود او احمر او ازرق بويا سادة دون اللون بيكون هو الورنيش بتكون الطبقة اللي بتلمع اللون هو الورنيش وبيرشوا نفس اللون الاسود او الاحمر او الازرق بطريقة تانية ازاي بيرشوا طبقة اللون وفوق منها دي طبقة لون بيسكوت اسمها بيسكوت طبقة لون احمر لكن مش بيلمع احمر مطفي فوق منه طبقة ورنيش بعدا بيرشوا الاحمر اللي لونه مطي دون لازم فوق منه طبقة علشان خاطر تحميه وفي نفس الوقت تديله اللمعة علشان خاطر يكون زي solid color دون بيترش عبارة عن طبقة واحدة هي اللي بتلمع هي السبغة هي اللونه كل حاجة انما دون بيرش السبغة الاول مط وبعد كده طبقة الشفاف اللميعة تمام طيب ايه انواع بقى الورنيش دوت الواقع الورنيش دون انت لازم ترجع للدعم الفني بتاعك كل علبة ورنيش بيكون ليها او عليها رمز بيكون يا اما مكتوب MS او HS او Ultra HS وفي شركات تانية بتكون عاملة حاجة اسمها Anti Scratch او Ceramic او 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 يعني ولكن دوت المتوسط MS دي معناها صلابة الورنيش دون صلابة متوسطة درجة الصلابة بتاعته متوسطة يعني شغال طيب الحاجات دي انا عاوزها في المرمات والعربات اللي نستخدمها احنا ازاي بردك من ناحية الفنية هنقول ان شاء الله دلوقتي وعندنا حاجة اسمها HS ده تلاقي مكتوب على العلبة ده ورنيش SH ودوت بيكون الصلابة بتاعته اعلى اقوى من ال MS وفي عندنا Ultra HS وفي عندنا Ultra HS يعني الصلابة عالية جدا الصلابة اقوى كمان من ال HS وفي الغالب او ممكن تراقي الورنيشات دي ميلة للاسفرار سنة وقلوا لنا رأيكم انتو بتشتغلوا بالورنيشات بتاعتكم MS ولا HS ولا Ultra HS S والوانها A طيب احنا كده عارفنا انواع الورنيشات وصلبتها هل اللي بتحكم في الموضوع دوت المصلب بتاع الورنيش لا طبعا الورنيش نفسه الكامية بتاعته او الصلابة بتاعته في الورنيش مش في المصلب لان في في شركات بتكون عاملة للورنيش بتاعها كل نوع ورنيش للمصلب بتاعه كل نوع ورنيش للمصلب بتاعه وفي شركة تانية تعمل لك هي عندها نوع مصلب واحد يشتغل على اي دولا فمش معنى ان المصلب ده دخل هنا او هنا او هنا قلل من الصلابة او زود من الصلابة لا لأن الصلابة نفسها موجودة في الخامة بتاعة الورنيش معلش هو توضيح يعني بسيط ولكن حبينا نقوله ممكن ما يكونش حد عنده الفكرة طيب أنا كثني الكلام ده وانا هيفرق معايا في ايه؟ الكلام ده ولا يعني مش هيفرق معاك في حاجة من النحية الا كسيستيم انت كده عرفت خلاص ايه معا الورنيشات طبعا انت ممكن تستغل حاجة زي كده في ايه اللي هنقوله ده بقى كلام اجتهادي مش اكتر احنا طبعا عارفين العربيات العربيات اللي هي بتنزل من المصنع او من الفابريكة بتيجي احيانا العربية بيكون لها بونطة ورنيش او العربية بتكون سايحة او عليها اورنج بيل خفيف الحاجات دي انت عليك عامل كبير انك تعملها من ناحية التكنية ومن ناحية اختيارك المسدس يعني من ناحية التكنية دي ان شاء الله مشروحة في فيديو الوحدية ومن ناحية اختيارك المسدس مشروحة في فيديو الوحدية ولكن نوع الورنيش نهون ممكن من الناحية الاكتهادية اكتهاد شخصي مش بنقول سيستم بيقوله الكلام ده يكون عليه عامل في الكلام دوت ليه؟ العربية علشان خاطر تكون سايحة محتاج ان هي تكون خفيفة شوية محتاج ان هي تكون خفيفة التنر بتاعها زيادة الورنيش الام اس بياخد تنر بنسبة عشرة او عشرين في المية او خمسة وعشرين في المية حسب كل شركة بتحط على المنتج بتاعها دي ولكن الام اس فيه الغالب بياخد نسبة تنر كتيرة فالورنيش هتكون خفيفة هتنزل معاك على سطح العربية نعمة سايحة هتخلي لك العربية سايحة دول لو انت عاوز تعمل العربية سايحة طيب لو انت عاوز تعمل عربية فيها بونطة نعمة يبقى انت كده تتاجه للا اله اس ليه؟ اله اس التنر اللي عليه خفيف واحيانا ما بيكونش عليه تنر هتلاقي شاحن معاك وانت بترشه هتلاقي نازل مخرز او عاملك البونطة بتاعة الفابريكة دي وانت مطلوب منك تعمل شكل زي الفابريكة الالتر اش اس نا في الغالب ما بيخش تنر اطلاقا وفي شركات الاش اس نا بتدولش تنر او بتكتب لك على النشرة الفنية لو عايز تديوله تنر بيكون من نسبة من خمسة لعشرة في المية تب واحد ممكن يقول لي انا عايز اقول ارش الصلابة العالية وعايز اسيح اسيح العربية اخلي العربية سيحة حينهوا انت ترش بالالتر اش اس ولكن تغير بقى انت التقنية بتاعتك في الرش انك تقرب ايدك وتختار مسدس بيكون الفنية بتاعته صغيرة والمسدس نفسه بيكون اللي هو بياخد ضغط هوا عالي وبيطلع ضغط هوا عالي زي الترانستيك في الديبلبيس والار بي في اللا الساتة والفنية بتاعته تكون واحد واثنين عشان خاطر يطلع لك الخرزة نعمة ويبدأ انه هو يكسر لك او يفتت لك مشروح باللوحد والكلام ده في الحلقة الخاصة بيه انت اللي عليك تعمله انك تكتب على اليوتيوب او تخش تدور على اكتب بالسؤال ازاي نعمل عربية ببنطة او ساحة وبعد منها اسم القناة طرد هاني الصراط او احمد جمال جمعا وعادي جدا بالورنيش الام اس دوا تعمل العربية او الورنيشة نفسها يعني انت بالورنيش الام اس تطلع العربية ليها بنطة او خرزة زي الفابريكة تطلع الورنيشة ليها بنطة التوفيق كل من عند ربنا اهم حاجة تكون دماغك اللي شغالة انت تعمل اي حاجة باي حاجة دماغك تكون شغالة طيب وممكن تستخدم الام اس دوت في المرموات ازاي بما ان احنا بنقول الكلام دوت اجتهاجي احنا بندردش مع بعض امر اجتهاجي احنا هدفنا من الحلقة انك تعرف انواع الورنيشات لكن الكلام دوت اجتهاجي اللي احنا بنتكلمه طيب بالنسبة للمرموات امر اجتهادي هيكون ايه بالنسبة للمرموات انت عندك ادي الباب اهو كربين حتى اجتهاج شخصي عشان خاطر ما يجيش حد يقول لنا الكلام ده مش موجود في السيستم لان هو فعلا مش موجود في السيستم طيب اه 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 ادي القطعة كاملة لما بنجي نعمل مرموات انا هوت انا معاي الباب دوان ازرق متالك مثلا او او ازرق بنجي نعمل هنا مرموة بالرشة هناك على قد اللون وبعد كده بنسيح بتنر مرموات ونسخن عني هو اللمع بتنفع وكل حاجة والحمد لله مرموة بتنجح وما فيش اي مشاكل ادام سخنط على المرموة كويس وتنجح طيب ايه بقى علاقة الام اس الام اس السمك بتاعه قليل ليه واخد تنر خفيف هيكون عامل كده هوت انما الاتش اس هتليه عامل كده فالاخر حرفه في المرموة هنا هوت هيكون السلمة بتاعته او العتبة بتاعته قليلة فبالتالي هيكون سهل انك تعرف تلمعه ليه لانه هو قليل وممكن عادي جدا تستغنى عن النقطة ديا وما فيش اي مشاكل كنا شرحينها في المرموات تجيبي الاتش اس وبعد ما ترش المرموة بتاعتك لغاية انه هو عمل لك حرف ورنيش عالي تجيب انت الالتر اش اسرق وتخفه بشويه التنر تخف اللي موجود بشويه التنر وتبدأ توسع الورنيش بتاعك توسعه اكتر عشان خاطر الحرف بدل ما هو عامل كده هوت بدل ما عامل السلمة دي لا تد انت طبقة ورنيش شاني تخليه عامل كده هو الحرف بقى ناعم كده هو وتبدأ اللي انت تد التنر مرموات وتلمع وخلاص احنا حبينا ندي فكرة عن الام اس والاش اس والحاجات ديان يعني امر اه مالوش دعب السيستم حبينا نعرض فكرة بس مش اكتر ولو عايز ترجع للحاجات دي للعلم وكلها تو كي يعني الحاجات ديان تو كي كل ده بيخلت مصلب تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة